اهلا بكم عزيزة طلبة الصف الاول اعدادي ومعها مراجعة انهائية للفصل الدراسي الاول هنبدأ في الجغرافية بنتكلم في اول سؤال اكتب ما تشير اليه هذه العبارات او واحد اجسام تدور حول الكواكب وترتبط معها بفعل الجاذبية الاقمار اقرب كوكب الى الشمس واصغر الكواكب عطارد الكوكب الوحيد الذي توجد على سطحه وحياة الارض خط وهمي يصل بين القطبين ويمر بمركز الارض ويميل بمجدار 23.5 درجة محور الارض دوائر وهمية افقية متوازية تحيد بالكرة الارضية دوائر العرض القارة الوحيدة التي يمر بها ثلاث دوائر عرض رئيسي هي قارة افراكة الاجزاء المرتفعة عن سطح البحر ولم تغمرها المياه اليابس عبارة عنها الزاد سريعة تحدث في القشة الارضية الزلازم مساحة من المياه المالح اصغر من المحيط وتتصل به بفتحة واسعة كلنا عارفين ان هي بحرار خارجي زي البحر الاحمر ارض مخفضة ضيقة ومستطيلة تحف بها المرتفعات على جانبيها طبعا هو اسم الوادي فتحة في قشرة الارض يندفع منها وقت الصواران مواد منصهرة وابخرة وغازات طبعا للبراكين مساحة صغيرة من الماء المالح او العزب يحيط به اليابس اكيد ديت هتكون البحيرة تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار السد تظهر في السماء على شكل سهام ضوئية الشهب ارض مستوية او شبه مستوية يقل ارتفاعها عن 500 متر طبعا كلنا عارفين ان دي السهول مساحة من اليابس يحيط به الماء من جميع الجهات الجزيرة ارض مرتفعة اكثر من 1000 متر شديدة الانحضار ولها قمة الجبال ارض مرتفعة مستوية او شبه مستوية يزيد ارتفاعها عن 500 متر طبعا دي الهضبة الاجسام الوحيدة التي تسقط على الارض النيازك اجسام معتمة لا تشعر ضوء ولا حرارة ولكن تستمد ضوءها وحرارتها من النجوم طبعا الكواكب اجسام كبيرة الحجم مضيئة وملتهبة ومتوهجة تشعر ضوء وحرارة النجوم سؤال الثاني عزاء الطلبة في الكغرافيا سؤال بما تفسر بما تفسر واحد يبدو لان القمر مضيئا على الرغم من انه جسم معتم لان القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه رقم اثنين تسمية مجراتنا بالضرب اللبني لانها تشبه اللبن المسكوب ثلاثة لا يمكن تحديد مدة ضواران كوكب الظهرة حول نفسه لان غلافه غازي يصعب اختراقه اربعا يسمى كوكب المريخ بالكوكب الاحمر بسبب غنى تربطه باكسيد الحديد الاحمر خمسة تعرف الكواكب الداخلية بالكواكب الارضية لانها تتكون من سخور تشبه الارض ستة يطلق اسم توقم الارض على كوكب الظهرة لانه يشبه الارض في الكتر والحجم والكتلة سبعا يمتاز كوكب نيبتون بعدة مزايا انقول ان شديد البرودة يبدو كماس زرقاء تشع دوءا خافتا ولذلك يعرف بالكوكب الازرق ويكاد يكون توأم لكوكب اورانوس تمانية الاجزاء الشرقية من الارض تسبق الاجزاء الغربية في التوقيت لانها تواجه اشعة الشمس قبل الاجزاء الغربية او ممكن نقول اننا كلما اتجهنا ناحية الشرق نضيف اربع دقائق واذا اتجهنا ناحية الغرب نطرح اربع دقائق تسعة الارض غير كاملة الاستدار او السؤال بطريقة ثانية ابعاد الارض غير متساوية بما تفسر هنقول انها منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين او ممكن نقول لان القطر الاستوائي اطول من القطر القطبي عشرة عدم الشعور بحركة الارض طبعا هنقول لسرعة وانتظام دوران الارض وقوة الجاذبية الارضية 11- اختلاف زاوية سقوط اشعة الشمس على المكان الواحد من شهر الاخر بسبب كروية الارض مع ميل محورها وبسبب ميل نصفي الكرة الارضي الشمالي والجنوبي مرة اتجاه الشمس ومرة اخرى بعيدا عنها 12- الاشعة العمودية اشد حرارة من الاشعة المئلة هنقول لانها تخترق مسافة اكثر من الغلاف الجوي طبعا الاشعة العمودية بتخترق مسافة اكثر من الغلاف الجوي وتغطى مساحة اقل على ساحة الارض 13- اعتماد نظرية فيجنر في نظرياته ليزعزعت الكارات على عدة ادلة لانه وجد تشابه في الشكل بين الساحل الغرب الافريقية والساحل الشرق الى امريكا الجنوبية وده طبعا من ضمن الاسئلة الصعبة اللي ممكن تيجي في الامتحان سؤال 14 في بما تفسر اهمية دراسة تضريس الارض او نتائج توزيع اليابس والماء انها بتؤثر في تنوع المناخ والنبات والحيوان وتؤثر على النشاط البشري 15- اهمية المياه اوضح ان الماء هو سر الحياة هنقول لان الماء هو مصدر للاملاح والاسفنج واللؤلؤ والاسماك والشراب والاسماك والشرب والزراعة وتوليد الكهرباء سؤال الثاني 16 بما تفسر اهمية اليابس اليابس هو الميدان الرئيسي لنشاط الانسان فهو مصدر منتجاته الحيوانية والزراعية والمعدنية بما تفسر تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حول محورها امام الشمس من الغرب للشرق مرة كل 24 ساعة بما تفسر تعاقب الفصول الاربعة بسبب دوران الارض حول الشمس من الغرب للشرق مرة كل 365 وربع يوم لالدورة السنوية سؤال الثاني اختلاف درجة الحرارة من مكان لاخر على سطح الارض بسبب اختلاف زاوية سقوط اشعة الشمس من مكان لاخر بسبب ميل محور الارض سؤال الثاني نشأة الانهار والبحيرات العزبة بسبب سقوط الامطار بما تفسر تختلف الوان النجوم حسب درجة حرارتها النجوم اللي اشد حرارة لونها ازرق والاقل حرارة لونها يكون احمر بما تفسر نشأة اليابس والماء او بما تفسر القرار بشكلها الحالي هنقول تابعا لنظرية فيجنر ان الارض مرت بعدة مراحل حتى ظهرت بشكلها الحالي المرحلة الاولى الارض كانت كتلة واحدة تسمى بنجاية يحيط بها الماء من جميع الجهات المرحلة التانية تصدعت بنجاية وانقسمت الكتلتين لورسة في الشمال وجندوانة في الجنوب بينهما بحر يسمى بحر تسس المرحلة التالتة تصدعت الكتلتين وانقسمت لعدة كتل متبعدة مكونة الارض بشكلها الحالي اللي هي من كرات ومحطاب سؤال تاني عزيزي الطلبة اللي هو سؤال ما النتائج المترتبة على ما نتائج المترتبة على قرب كوكب عطارد من الشمس هنقول اصبح اكثر حرارة وصعوبة الحياة عليه وسرعة دوران ما نتائج المترتبة على الصدام النيزج بسطر الارض يحدث به حفرة عميقة ما نتائج المترتبة على حدوث الزلازل تصدع الكشة الارضية وانخفاض اجزاء من الارض تغمرها المياه مكونة للبحار وارتفاع اجزاء من الارض تنحصن عنها للمياه مكونة الجبال ما نتائج المترتبة على دوران الارض حول الشمس كل عام 365 و4 يوم حدوث فصول السنة 4 ما نتائج المترتبة على تعامل اشعة الشمس على مدار السرطان انه اصبح الصيف في نص الكرة الشمالي ما نتائج المترتبة على وقوع القاهرة والخرطوم على خط واحد اصبح التوقيت فيه وما واحد ما نتائج المترتبة على ان البراكين بالنسبة لسطر الارض البركان بيكون الجزر البركانية زي جزيرة هواي الجبال المخروطية زي جبل كينيا الهضاب البركانية زي هضبة اليمن وهضبة اسيوبيا او التلال البركانية مثل تلال او زعبر في مصر او ممكن يجي للسؤال بصيغة تاني بيقول ما نتائج المترتبة على حدوث البركان الاجابة واحدة ما نتائج المترتبة على التعريه المائية ينشع عنها السؤول الفيضية ودلتوات الانهار ما نتائج المترتبة على الرياح بالنسبة لسطر الارض التعريه الهوائية بتكون العديد من الظاهرات التضاريسية مثل الكوزبان الرملية والمقافضات طيب سؤال تاني ما نتائج المترتبة على الحركات الباطنية البطيئة تكوين الكارات والسلاسل الجبلية العملاقة ما نتاج المترتبة على دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار تكوين ظاهرة الشروق والغروب انحراف الرياح يمين اتجاهها في نص الكرة الشمالي يصار اتجاهها في نص الكرة الجنوبي وانحراف الأجسام عن الخط العمودي من محور الأرض وثبات اتجاهها ما نتاج المترتبة على كده قد ذلك إلى اختلاف زود سقوط أشعة الشمس على سطر الأرض وانحراف الأجسام الساقطة على الأرض على الخط العمودي وانحراف الرياح يمين في نص الشمالي وصار في نص الجلو نفس إجابة سؤال دوران الأرض حول محورها لما نيجي لسؤال تاني عزيزة الطالبة أكمل العبارات الأدية تعرف مجراتنا باسم نقط لأنها تشبه التبني المتساقط وهي من النوع الحلزوني طبعا كلنا عارفين تعرف مجراتنا باسم سكة التبان سؤال تاني أكمل العبارة اللي أتيه الكواكب نقط صغيرة وصلبة وقريبة من الشمس وسريعة الضوران حول الشمس كلنا عارفين إليها الكواكب الداخلية الكواكب الخارجية سؤال تلاتة الكواكب الخارجية كبيرة وغازية ونقط عن الشمس وبطيئة الضوران حول الشمس بعيدة طبعا عن الشمس سؤال أربعة أكمل حجم نقط يساوي مليون مرة حجم الأرض طبعا الشمس طب كواكب زحل قدر حجم نقط 763 مرة حجم الأرض سؤال خمسة يعد الزهرة توقم للأرض بينما يكاد النقط توقم لأورانوس طبعا كواكب نبدو يبلغ الفرق بين كل خط طول والآخر نقط أربعة دقاء سبعة تنقسم عوامل تشكيل سلطة الأرض إلى عوامل نقط وعوامل نقط عوامل باطنية وعوامل خارجية يمر مدار نقط بكرارات أستراليا وأفراكيا وأمريكا الجنوبية طبعا كنين عارفين هو مدار الجادي بينما يمر مدار نقط بكرارات أسيا وأفريكا وأمريكا الشمالية طبعا مدار السرطان بعد كده بيقول لي يبلغ عدد الكرارات نقط وعدد المحيطات نقط عدد الكرارات سبعة وعدد المحيطات خمسة سؤالتين بيقول لي من أنهار في الوطن العربي نهر النيل في نقط ونهر دجلة والفراط في نقط نهر النيل في مصر ونهر دجلة والفراط في العراق من البحار المغلقة بحر نقط والداخلية نقط ونقط و الخارجية نُؤت بحر المغلقة بحر قزوين البحر الداخلي زي البحر الاحمر و البحر الف أكبر قرارة العالم قاسي استراليا و اكبر محيط هو المحيط الهادي و اصغر محيط هو المحيط القطب الشمالي سؤال الحركات البطينية البطيئة هي نقط ونقط. طبعا كلنا عارفين هي الالتوقات والانكسارات. سؤال تاني بيقول لي في يوم واحد وعشرين يونيو تتعامد الشمس على نقط على مدار السرطان. سؤال تاني بيقول لي من البحيرات العزبة بوسط افريقيا. دعنا نقول من البحيرات العزبة في امريكا الشمالية نقط البحيرات العظمى. ستاشر. من اهم الجبال في العالم جبال نقط باسيا وجبال نقط بامريكا الجنوبية. وجبال نقط باوروبا وجبال نقط بمصر بكارة افريقيا. ما جي جواب السؤال ده اقول انهم الجبال في العالم جبال الهيماليا بكارة اسيا. من جبال الانديز بامريكا الجنوبية. جبال الالب باوروبا. وجبال البحر الاحمر بمصر بكارة افريقيا. سؤال تاني من ضمن اسئلة الجغرافيا ممكن نتعرض لها في الامتحان. اختار الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس. اثنا Wein كوكب المشترة. هل هي 15, 12, 13, 18 سنة? طبعا السنة على كوكب المشترة هي 12 سنة. كوكب المشترة بيعتبر من اكبر الكواكب. النجوم الاكسر حرارة لونها? هل هي احمر? اخضر? ازرق? اصفر? طبعا كلنا عارفين ان النجوم الاكسر حرارة لونها ازرق. تنشأ السد من نتيجة انفجار نقط. نتيجة انفجار النجوم. الكواكب. الاكمار. المجرات. طبعا نتيجة انفجار النجوم. هالكواكب الخارجية عددها نقط. نقط. الكواكب الخارجية عددها نقط. اربعة. خمسة. تمانية. تسع كواكب طبعا كلنا عارفين الكواكب الخارجية اربعة. اختر جبسعيها برضو. يمر مدار السرطان نقط بمصر. هل هي جنوب مصر? شمال مصر? شرق مصر? غرب مصر طبعا كلنا عارفين ان مدار السرطان يمر بجنوب مصر. دقائرة عرض ستة وستين ونص درجة شمالا تسمى الاستواء الجدي السرطان الدقيرة كتبية الشمالية طبعا كنا عارفين الدقيرة كتبية الشمالية يطول النهار واكسر الليل في فصل هل الخريف الشتاء الربيع الصيف يطول النهار واكسر الليل في فصل الصيف توجد هضبة اسيوبيا في كارت هالية اسيا ولا افراكيا ولا اوروبا ولا امريكا الجنوبية طبعا هضبة اسيوبيا في كارت افراكيا يطلق على المرحلة الأولى تكوين الأرض اسم بنجايا لوراسيا جندوانا تيسس طبعا المرحلة الأولى تسمى بنجايا من البحارات العزبة في مصر بحيرة هل هي بحيرة البرونس والأتكو والمنزلة ولا ناصر طبعا هي بحيرة البحارات العزبة ده علامة صحة وخطأ مع التصوير بحر الصين من البحار الداخلية غلط من البحار الخارجية يقع معظم اليابس في نصف الكرة الشمالية صح يمر مدار السرطان في نصف الكرة الشمالية صح الجبال أجزاء مرتفعة لها قمة أقل من ألف متر طبعا غلط ده التل الزلازل من العوامل الخارجية لتشكيل سطح الأرض طبعا غلط لأن الزلازل من العوامل البطنية البحار الداخلية هي بحار تتصف بالمحيطات بفتحات واسعة طبعا غلط اللي هي اسمها البحار الخارجية يقدم المسافر ساعته إذا اتجه غربا غلط إذا اتجه شرقا الأشعة المائلة أكثر حرارة من الأشعة العمودية غلط أقل حرارة يتميز كوكب الزهرة بأنه شديد البرودة غلط ده كوكب نبتل عند استضام الشهب بسطح الأرض تحدث حفرة عميقة بها طبعا غلط بالنيازك يكمل كوكب زحل دورته حول الشمس كل 29.5 سنة أرضية صح هضبت أسيوبيا واليمن هضاب بركانية صح يشغل الماء بكوكب الأرض 29.13% غلط ده اليابس ده على مساحة غلط مجرى مائي عزب له منبع وله مصب يسمى نهر صح؟ تمتد جبال الانديس بكارة أسيا غلط بأمريكا الجنوبية كوكب زحل له حلقات حلزونية وهو من الكواكب الخارجية طبعا صح سؤال تاني ممكن عزيزة طلبة أشوفه اللي هو سؤال ماذا يحدث لو؟ ماذا يحدث لو لم يكن نيل محور الأرض غير ثابت؟ هنقول تأتي فصول السنة بغير ترتيب قد يتكرر فصل الصيف والشتاء مرتين في العام ماذا يحدث لو كانت الأرض مسطحة تسقط آشعة الشمس عمودية على سطح الأرض؟ وسبات درجة الحرارة وعدم تنوع المناخ والنبات والبيئات والكائنات الحية؟ طيب هنوضح جدول في توزيع فصول السنة 4 في نص الكرة الشمالي والجنوبي يوم 21 ديسمبر بتتعامد الشمس على مدار الجدي في أحد الشتاء في نص الكرة الشمالي وصيف في نص الكرة الجنوبي بعد كده بنقول يوم 21 مارس بتعامد الشمس على خط الاستواء فيحدث ربيع في نص الكرة الشمالي وخريف في نص الكرة الجنوبي يوم 21 يونيا اللي هو 21 ستة بتعامد الشمس على مدار السرطان فيحدث صيف في نص الكرة الشمالي وشتاء في نص الكرة الجنوبي يوم 23 سبتمبر 23 تسعة بتعامد الشمس على خط الاستواء فيحدث خريف في نص الكرة الشمالي وربيع في نص الكرة الجنوبي سؤال تاني ممكن اتعرض ليه اعزائي الطالبة اللي هي الخرايط امام خريطة صماء للعالم واضح عليها الاتية خلال خريطة عيني على خريطة واركز شوية في الارقام واوضح مدلولها واحد زي انتو شايفين على خريطة كرة افراكي اتنين كرة اسيا تلاتة كرة اوروبا اربعة كرة استراليا خمسة كرة امريكا الشمالية ستة كرة امريكا الجنوبية سبعة الكرة كتبية الجنوبية تمانية المحيط الهادي تسعة المحيط الاطلنطي عشرة المحيط الهندي تداشر المحيط القب الشمالي ناشر المحيط المتجمد الجنوبي تلاتاشر بحر داخلي مفتوح البحر متاصد بحر داخلي مفتوح رقم اربعتاشر برضو البحر الاحمر بعد كده خمستاشر بحر داخلي مغرب بحر قزوين ستاشر بحر خارجي بحر الشمال سبعتاشر بحر خارجي بحر الصين سؤال تاني دوائر العرض الرئاسي امامك شكل مسطح العرض ووضح عليها القاتل نقول واحد دقارات الاستواء اتنين مدار السرطان تلاتة دقارة قطبية الشمالية اربعة نقطة القطب الشمالي جنوب بعد دقارة الاستواء خمسة مدار الجدي ستة دقارة القطبية الجنوبية سبعة نقطة القطب الجنوبية وكده عزيزي الطالبة نكون خلصنا جزء كبير من مراجعة البغرافيا انتظروني في جزء اخر في مراجعة التاريخ وإلى لكم